موسيقى 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 يا الله شو ما كرهن فين وانا دايما اكتب عنهم وحياط الله ايش مزعج عالجد بس الحق عالشرطة هاي عالعينة كاميرا الحق عالشرطة طيب اسمع احمر واصفر طلع من لونه ان حكاك تركي خلاك تبكي شو احمر واصفر احمر واصفر من لونه ان حكاك تركي بيخليك تبكي شو يا سين مرت بعد لا والله شو يا سين ومرتش احمر واصفر من لونه ان حكاك تركي خلاك تبكي فيش خيارات فيش خيارات هاي اذا بتعطيك خيارات طوالة بجاوب لك يا مش مجالة لو سؤال عادي بقول لك اه شو يا سيدي احمر واصفر احمر واصفر من لونه ان حكاك تركي بيخليك تبكي بس احمر واصفر من لونه انشاء الله هلله جايينهم شو يا سيدي شو يا سيدي احمر واصفر من لونه ان شاء الله لا احمر برا تعال 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 راجع لكم راجع لكم والله مش راح يعرفوه راجع لكم طيب تعال نشوف هالشباب الطيبي نشوف ايش يا سيدي شو هالقل انا وقعت السودة بين الارقيل مرحبا مرحبا كيفك كل عام انت بخير كل عام انت بخير كيف الاجواء الرمضان مرحبا سألنا حزيرة مع حلوات الماسة احمر اصفر لونه ان حكاك تركي بخليك تبكي شو وارططنا سودة كل ما اتروحوا واحد وقال لك هاتغيره شو احمر لونه احمر واسفر من لونه ان حكاك تركي بخليك تبكي وعن جد بخليك تبكي يا الله انا اللي بدي جاوبه اللي بدي جاوبه تعطي جاسة عشي فاضي بضرب شو يا سيدي والله يا سيدي ما انا عارفه مش عارفينه شو يا خطيب هنرايح لفوق وظيفة معك اللي جاي تعاي برا برا تعال تعال اجواء مميزة وماشاء الله نرجع لالسلك اللي فوق نكمل مشوار فيش حد عارفه الوظيفة ايش لهب تركي لهب تركي يا عيني ما اروعك حبيبي محمد كلابي بس تنتقش كتير ها ليش يا زرامي جواب غلط الله ليس رمحك انا بديش اطول معك عشان تبصي الطريق يلا احسر ذهب تركي ها لا مش ذهب تركي انت بكفي ذهب هلا خليه انت ذهب هاستن بنرجع لك نشوف الجو اللي هون يلا شو يا سيدي اعطيكم العافية عافية وانت بخير وانت بخير بقى بسلام ما اكبر بيش تفايول لا جاهز الدنيا مولعة مرحبا اجواء حلوة احنا مع حلوات الماسة بتحل اكتر هلا حكينا هون احمر واصفر من لونه ان حكاك تركي بيخليك تبكي شو البصل البصل لا اهضاك بيخليك تدمع الفلفل الفلفل شو يسمي الرمان الرمان في اغني للرمان صح الرمان ما الرمان شو يسمي السؤال السؤال احمر واصفر من لونه ان حكاك تركي بيخليك تبكي جاوب ايش لا لو مايكل جاكسون موجود زمان زاوبها لا انا هي اجابة البصل انا مش عارف حكيت الرمان المصنع شو يا سيدي ايش ايش شو عجزنا ما احنا بدنا نعجز بالاول وبالاخر من سهل ابو سمراء انا مجيش عندك ابو سمراء ما شفتكش ساكد عن غش انت يا زلمي ساكد عن غش شو يا سيدي شوية شباب عن الكاميرا بس شو يا سيدي اتوقع انه الفلفل اول ذهب الفلفل يا زلم بلا فلفل بلا بطي الفلفل اخضر فلفل ابو سمراء حبيب انت وليش انت مش بحاجلة في الفلفل الله يصعدك يا رب الله يخلي طيب وحياة النبي شو اغير انا بده اربحهم اربح اربح ابو سمراء انا بده سهلك اياها ضيب من الاردن اوه اجرى من عنه نار نار هات الجائزي هات اشوف ابو سمراء شو اسمك عزة جمعة عزة احلى عزة عزة اول شيء جائزي لانك انت جامل الاردن ضيف علينا لازم نضيفك من حلوات المأسا بس بدك تجاوب على السؤال ممكن نسحبها يعني ان شاء الله ولا اهمك حبيبي طيب اسمع هلا احمر واصفر من لونه ان حكاك تركي بيخليك تبكي هاي حزيرة شعبية فلسطينية اصيلي عارف شو انا انا ايش الدبور بس انت نحلة طلعت لانه الدبور رح ياخد الجائزي هو الدبور دبور اذا احمر واصفر لونه انقرسك شو بصير فيه بيخليك تحكي الوان واشكال صح؟ صحيح الكلام متميزة في الصهرات واللمات وهي احلمة في رمضان الرائع جدا اللمات الحلوة المميزة مع حلوات الماسة دائما انتم الافضل مساء الخير مساء النور كل عام انت بخير وانت بألف خير تعرف نحسماك هايل 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 هسا اذا جوابت اقولك هايل صحيح لاسمات سعيد الكرمي سعيد الكرمي هايل وسعيد احنا مع حلويات الماسة بتجاوب على سؤالك تاخد جائزتك والسؤال سهل لا يا سيل اسمع اشي بسيط ومش صعب ماشي يا سيدي طيب هلا لو جيت قلت للك شو الاشي لي بوصلك للدار بدون ما يتحرك الاشي اللي بوصلك للدار دون ان تتحرك ولا وهيل خلينا اكلك هيل انت وسعيد اه شو الاشي اللي بوصلك للدار بدون ايش ما يتحرك بدون ما يتحرك الشارع الطريق هايل هايل عينك عينك الغش يا جماعة طيب هلا انت انا عارف انك انت بتقدرش الطعمي منها ايه صح لا هاي لك لحالك وانا واسه بداني بلش فيه انا مش حلافة اللي فوزكم بس بطريقة الخاصة والغش الخاص بعد الافطار بجوز الغش عفكرة طيب هاي من حلوات الماسة شو بتحكي له اه منشكره على الحلويات الجيدة في مدينة تور كرم حلويات الماسة واسكى اكنافه واسكى حلويات حلويات الماسة حلويات الماسة اللي هو دائما المتميز ورقم واحد طيب خليك بيزاقا سعد سعيد سعد مساك اول شي خليك دائما متميز حلويات الماسة ودائما بعطينا الاشي جديد والطعم المميز طيب شو شو هو الحيوان اللي جواته لحم وبره عظيم جوة لحم وبره عظيم وعد كله بعرفهاش والله بتزعلنوا اياك يا سعيد جوة لحم جوة لحم وبره عظيم الخروف الصلحة فا بس ما تكونش عطولي انت الصلحة فا الله لا اعطي يا لعب كناك طيب هاي من حلويات الماسة شو اللي جواته لحم وبره عظيم طيب شو كلها حلوات الماسة شكراً لهم وشكراً لللفت اللي منيحة اللي في رمضان بيكون فيها حلوات الماسة كل عام وانت بخير مين هو الشخص الوحيد الذي نستطيع يراك وانت تراه لا يراني لا يراني وانت تراه خيال خيال رأيت خياله مين اللي بحكين خيال تعال تعال هنا انت هو الوحيد هلولك انت هو الوحيد لا يزال اشوف اكم واحد بصوت لهولي جاوب اشوف هو الزلمي محمد يقطع شركم ولا واحد هو برفع لحاله وقاعد إله طيب محمد فارس عفونا فارس انت محمد صح خليك عشان تسمع صح طيب انا مبسوط لك كثير طيب كيف عرفت انت شو قلت لنت خيال خيال انا مبيني الله الهب اشوف خيالك خيالك اكا ما قاعد صوت له كل كل والله يقولكم فاشلين جواب غلط طيب انا عشوك شوي بس انبسط عليك محمد هسه شو انونا بصوت له هسه ولا واحد شفيت يا ناكرين الجميل طيب كل عام وتب خير اشي اشي فوق نار وتحت مية بتجري شو اشي فوق نار وتحت مية بتجري شو 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 كفير اشي فوق نار وعاكمالك لا ارقيلي لا ارقيلي يا عيني كيف انا معك سفكولو يا سلامي وقدامك طيب هيا سيدي من حلوات الماسة شو بتحكي لهم يعني شكرا لحلوات الماسة وشكرا لك بلهم مشاهدين ومتابعينها بطل حلوة دائما متواصلين معكم في برامجنا طيلة شهر رمضان المبارك في صهرات وامسيات رائعة جدا يوم عن يوم الامور بصير احلى واجمل بالصهرات الاكتر والناس اللي بتطلع ودائما وين بتروح عنوان حلويات الماسة مشاهدين متابعين كنا معكم في جولي مسابقة برعاية حلوات الماسة اربح مع حلويات الماسة على المطرح دائما طيلة شهر رمضان المبارك كونوا معنا نكتفي بهذا القدر في هذه الامسية في هذه الجولة الشيقة بصحبتكم ومشاركينا ومشاهدين وينما كنتوا يسعدكم ويسعد مساكم اشكر لكم حسنا المشاهدة والمتابعة اشكر زميلي من وراء الكاميرا برا عمر ومني انا منتصل عناني في جولة جديدة ومتجددة نلقاكم غدا مع حلويات الماسة